موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال اليوم غدي نشارك معكم هذا الطارتة والكيكا السهلة البسيطة لكن لذيذة جدا وهشة اكيد غدي تعجب جميع افراد العائلة مشالي انا بعض اللقطات من الفيديو لكن رغم ذلك احبت ان انا نشاركها معكم ورح ان شاء الله نشرح لكم الطريقة بالتفصيل هي كيكا سهلة مكوناتها ايضا سهلة وبسيطة نحتاج الى اربع بيضات بحرارة المطبخ وكوب من اللبن اللبن عندنا في المغرب اقصد به اللبن اللي يكون حامض يعني ليس الحليب وغادي نعودو بوحد يوغورت رح نوريه لكم من بعد عندنا كوب من الزبدة اللينا وكوبين ونصف من الطحين وكوب الى كوب ونصف من السكة يعني حلا حسب الضوقة ديالكم انا حطت كوب فقط نصف ملعقة صغيرة من الملح هذا هو هذا اسمه كفير عودت اللبن الحامض بهذا اليوغورت انا ما كانش عندي وهو ايضا يوغورت حامض نفس فكرة البتر ميلك يعني اللبن هنا يسموه البتر ميلك المهم يعني هو اللي راح يكون يعني يعطي سر الهشاشة الرائعة لهذا الكيكا والصينية طبعا غلفتها بورق الزبدة الفرن طبعا حطيته يسخن انا هنا قد نضرب اربع بيضات مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفانيلا مع انها كيكات فانيلا انا استعمت اربع ملاعق صغيرة من الفانيلا السائلة واذا عندكم الاكياس اللي تكون مثل السكر حطوا كيسين من الفانيلا نضربتها الي اصبح بهذا الشكل ممكن نضيفو الزبدة الى البيض مباشرة لكن انا غادي نضرب الزبدة مع السكر من بعد راح نضيف اللبن اللبن يعني لما نضيفوه للزبدة وهذا راح يصير مثل قطع متكتلة يعني من السبدة عادي لما تخلطوا جبيع المكونات راح تنحصوا على خليط متجانس حطيت اللبن وحطيت هذا الخليط ضفته البيض ضفت هنا البيض والطاحين وخميرة الحلويات وخلطت وخلطت جميع المكونات كلها مع بعض حطيت الخليط حطيت الخليط في السينية الى الفرن وخليته ينضج تقريبا 45 دقيقة 50 دقيقة على حسب الفرن عندكم خرجتها من الفرن طبعا وخليتها يعني تبرد وقسمتها متل ما كتشوفوا على هذا الشكل وسقيتها بسيرب أنا سقيتها كان عندي عصير ليمون يعني محلة وسقيتها به طبعا سقوها بايشي تفضله وزينتها بكريمة كانت عندي كريمة سائلة ضربتها جيدا وضفت لها يعني ايضا قليل من الجبن الكريمي مع الحليب المحلة طبعا تحكمت في الحلوة بقيت نضيف الحليب المحلة يعني الى انوصل في الحلوة اللي نقبلها اللي نتقبلها وزينت بها نصف الكيكة وحطيت حبة الكرس وحطيت الطبقة التانية وزينتها متل ما كتشوفوا طبعا تزيني يرجع عليكم والشكل اللي انتو تحبوه ومكونات اللي موجودة عندكم انا عملت في الجواني بجوز الهند محمر يعني ومحلة ممكن تحطوا اللوز ايفيلي اللوز محمر او كوكيز يعني يكون مهرمش وزينتها من فوق يعني بحبيبات الحلوة وحصلنا على هاد الكيكة بسيطة صراحة لكنها لذيذة جدا وممكن تحتمدوا حتى يعني فكرة كيكات اعياد الميلاد وتعملوا ضعف الكمية وتقسمها الى اربع طبقات طبعا نتمنى تكون عجبتكم هاد الفكرة وان شاء الله طبعا نتمنى نشوف اللايك ولمازال ما اشترك يعني يشترك باش دائما يوصلوا جديد خديجة الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى